موسيقى أفاد مصر عسكري في محافظة البيضاء بأن قوات الجيش الوطني سيطرت على معسكر فضحة استراتيجي بمديرية الملاجم شمال المحافظة وذكر المصدر أن قوات الألوية 163 و 173 و 153 مشاه وكتيبة النصر تقدمت من المحور الشمالي في وادي فضحة وسيطرت على المعسكر بالإضافة إلى مقر شركة بن عرب القريبة منها وأضاف بأن قوات الألوية 26 و 19 مشاه تقدمت من المحور الغربي في الوادي وسيطرت على الوادي بشكل كامل بما في ذلك المعسكر وأشار إلى أن تلك القوات تقدمت في مديرية الملاجم أكثر من 15 كيلومتر باتجاه مفرق منطقة العريف بمديرية الطفة أكدت مصادر محلية مقتل 43 عنصرا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في غارات للتحالف العربي ومواجهات مع الجيش الوطني والمقاوم المشتركة في الساحل الغربي وأضافت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة طهرت مواقع كانت ميليشيات الحوثي تتحصل فيها بعد هجوم خاطف ومباغت ضد الميليشيات التي كانت تستعد للتسلل من بين المزارع وقطع الخط على ألوية العمالقة في الجبهة المتقدمة داخل مدينة الحديدة ما أوقع في صفوفهم قتلى وجرحة وفي سياق آخر قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن الخيارات العسكرية لقوات التحالف بشأن الحديدة كثيرة ومن بينها عملية عسكرية خاطفة وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي أن أي تنازل أو اقتراح من ميليشيات الحوثي يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث قالت مصادر في ميناء الحديدة أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران نهبت عشرات الحاويات من داخل الميناء وأوضحت المصادر أن الميليشيات الانقلابية سولت على سيارات وبضايع أخرى كانت في الحاويات وأضافت أن أناصر الحوثي أقدموا على توزيع هذه السيارات والمواد على أنصارهم في المجالس المحلية ومشائخ بالمديريات لتحفيزهم على الحشد للجبهات وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية انهيارات واسعة على وقع التقدم المستمر للقوات المشتركة بإسناد ودعم من التحالف العربي على معظم المحاور في جبهة الساحل الغربي وخصوصا حديدة وتسعى القوات المشتركة بعد سيطرتها على مطار الحديدة للتقدم نحو المدينة لتحريرها واستعادة الميناء الاستراتيجي والذي يعد شرايان حياة لملايين اليمنيين شمالية البلاد بعد أن حولته الميليشيات الانقلابية للنافذة لنهب التجارة والمساعدات الإغاثية نفذ فريق من الهندسة الميدانية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية حملة توعية لأهالي المناطق والقرى المحررة بمحافظة الحديدة حول مخاطر الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في المناطق السكنية والقرى والطرقات بشكل عشوائي وبطرق خداعية لاستهداف حياة المدنيين الأبرياء وأوضح أحد أعضاء الفريق في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن هذه الحملة جاءت على خلفية الألغام والعبوات الناسفة العشوائية التي تعمدت ميليشيات الحوثي الإنقلابية زراعتها في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية دون مراعاة للمدنيين لافتا إلى أن الفرق الهندسية التابعة للتحالف العربي نزعت أكثر من 30 ألف لغم وعبوة ناسفة خلال الفترة الماضية 90% منها إيرانية الصنع إضافة إلى العبوات الناسفة والأشراك الخداعية قتل 12 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإنقلابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة وتمكن الجيش مسنودا بالتحالف العربي من السيطرة على الخط الدولي الرابط بين مران والملاحيظ بمديرية الظاهر محافظة صعدة وقال قائد لواء القوات الخاصة العميدة الركن عادل المصعب للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش تمكنت من الوصول إلى الخط الرابط بين محافظة صعدة ومثلث الملاحيظ حرض وقطعت الإمداد عن الميليشيات الإنقلابية في حرض الملاحيظ وتم تدمير آليات عسكرية للميليشيا سيطرة الجيش الوطني على عدد من المواقع بمحافظة لحج وتطهيرها من ميليشيات الحوثي الإنقلابية وقال مصر العسكري أن مواجهات اندلعت في عدد من جبهات محافظة وأسفرت المعارك بقيادة اللواء الركن فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة عن السيطرة على مناطق دارت سيفيان وجبل السبد ومدرسة خالد وجبل البياضي ووادي الهجمة في جبهة طور الباحة وأضاف أن المواجهات في جبهة الشريجة نتج عنها السيطرة على تبة القناص وتبة السحية المطلة على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة كما شهدت جبهة حمالة مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي أسفرت عن تبكل اللواء الخامس دعم وإسناد بقيادة العميد مختار النوبي من استعادة السيطرة على الجبل الأحمر وعدد من المناطق المحيطة ومقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وتدمير عدد من آليات العسكرية التابعة لهم يخوض أبطال الجيش الوطني عنف المعارك في محيط قرية وتل الحصن الاستراتيجية الرابطة بين جبهة مقبنة وخط العيار الذي يعد شرايان إمداد الميليشيا الإنقلابية غرب محافظة تعز مصدر عسكري قال إن وحدات من الجيش الوطني تخوض أعنف المعارك مع ميليشيات الحوثي الإنقلابية وتكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأضاف المصدر أن الميليشيا في جبهة مقبنة في الرمق الأخيرة وأبطال الجيش الوطني يخوضون معارك تحرير قرية الحصن وخط العيار وصولا لسوق هجدة غرب محافظة تعز وأكد المصدر استمرار قوات الجيش بالزحف إلى مواقع ميليشيا الحوثي في قرية الحصن وتطهير كل شبر من مديرات مقبنة من العناصر الإنقلابية دشن مركز الملك سلمان لغاثة والعمال الإنسانية انطلاق المرحلتين الخامس والسادس من برامج إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيا الحوثية وزجت بهم في الصراع المسلح وتهدف المرحلتين إلى إعادة تأهيل ثمانين طفل مجندا من مختلف المحافظات يذكر أن المراحل السابقة التي نفذها المركز قد استهدفت المجندين من محافظات عمران والجوف ومارب وغيرها من المحافظات حيث تم إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل ألفين طفل مجند ترجمة نانسي قنقر